استكشاف آلات الدوال آلة الدالة هي آلة تدخل عليها مدخلات فتقوم هذه الآلة بإجراءة عملية أو أكثر من عملية على هذا العدد وتعطينا مخرجات وفي آلة الدالة توجد قاعدة الدالة والتي تصف العلاقة بين المدخلات والمخرجات في هذا النشاط سنصنع آلة للدال نشاط لنفترض أن عبدالله أصغر من أخته سهام بأربع سنوات وفي هذه الحالة يمكن استعمال قاعدة الدالة نون ناقص أربعة لإيجاد عمر عبدالله إذا علمنا عمر أخته سهام اعمل آلة الدالة للقاعدة نون ناقص أربعة لعمل آلة للدالة سنأخذ نصف ورقة بهذا الشكل ثم نقص شقوق في هذه الورقة بهذا الشكل ثم سنأخذ شريطين ونكتب على أحد الأشريطة المدخلات وعلى الشريط الثاني المخرجات ستكون هذه آلة الدالة هنا ستكون المدخلات وهنا ستكون المخرجات وسنكتب قاعدة الدالة هنا نون ناقص أربعة أنا الآن سنضع شريط المدخلات في هذه الشققين وشريط المخرجات في هذين الشققين وحصلنا على آلة الدالة فعندما يكون المدخل عشرة ونطبق قاعدة الدالة بدلا نون نضع عشرة عشرة ناقص أربعة سيكون الناتج بستة فإذا حركنا الشريط ونحرك شريط المخرجات أيضا فعندما يكون المدخل تسعة نطبق القاعدة تسعة ناقص أربعة الناتج بخمسة نحرك الشريط شريط المخرجات أيضا عندما يكون المدخل ثمانية ثمانية ناقص أربعة الناتج بأربعة نحرك شريط المدخلات والمخرجات أيضا عندما يكون المدخل سبعة سبعة ناقص أربعة بثلاثة وعندما يكون المدخل بستة المخرج سيكون باثنين نطرح من المدخلات أربعة لنحصل على المخرجات